ده اللي كان مرضي إلى حد كبير جداً لمعظم الناس الحقيقة كل الجماهير مش بس عشان فكرة الفوز ذهاباً وقياباً 1-0 و3-0 لا هنتكلم على فكرة أن انت ترجع تشوف النادي الأهلي النادي الأهلي كما اعتدنا أن نرى وأن نشاهد مبارياته شفنا اللعيبة يعني إلى حد كبير جداً 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 أدوا الأداء اللي احنا كنا مستنينه منهم الحقيقة وطبعاً كل دي أمور تطمننا على اللي جاي وبالمناسبة قبل ما ندخل مع حضراتكم في تفاصيل المباراة الحقيقة لازم نقول أن مستر كولر نجح في وقت قصير أنه يحقق التارجت المناسب بتاع المرحلة دي وهي مرحلة بالمناسبة صعبة وحساسة الشهر ده بصفة خاصة شهر مهم جداً في مسيرة يعني الجيل الحالي وطبعاً معاه جهاز فني جديد بعد رحيل اتنين مدربين في أقل من نصف موسم كان لازم يكون عندنا كجماهير أهلوية بعض الألق على فرقتنا خصوصاً أننا عندنا أكثر من تحدي يعني عدينا أول مرحلة منه إن شاء الله يعني الحمد لله أمام ممثل تونس وصعدنا لدور المجموعات لسه القادم أيضاً في منتهى الأهمية عندنا انطلاقة الدوري بلقاء الإسماعيلي أكيد حيكون ماتش قوي جداً في افتتاحية ماتشاط الأهلي في الدوري في النسخة الحالية الجديدة من الدوري ثم نختتم الشهر بمواجهة قوية جداً خارج مصر تحديداً في الإمارات الشقيقة بلقاء قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك طبعاً على لقب كأس السوبر المصري وحيكون لنا برضو أكيد كلام كتير جداً عن مشوار النادي الأهلي في الفترة اللي جاية ولا سيما لقاء الزمالك زي ما أنت عارفك العادة دي بتولى الوحدة